أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تركز جل اهتمامها على الصحة والسلامة والبيئة من أجل تنمية الموارد البشرية لكون العنصر البشري هو أهم الموارد التي تعتمد عليها أية مؤسسة انتاجية وأوضح وزير النفط لدى رعايته افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للسلامة والصحة والبيئة تحت شعار التغلب على تحديات اليوم لبناء مستقبل أكثر مرونة بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات أوضح أن الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز تسعى لرصد الموازنات السنوية من أجل التدريب الجيد وإطلاع القوى العاملة على أحدث البرامج المتعلقة بصحة الإنسان والسلامة المهنية للنهوض بالمستوى الصحي والمهني للقوى العاملة وذلك من أجل تحسين الانتاجية ولفت إلى أن قضايا حماية البيئة تستحوذ على اهتمام خاص ضمن سياسة خاصة بالبيئة والصحة والسلامة التي تنتهجها الشركات النفطية الخاضعة لإشراف الشركة القابضة للنفط والغاز وأوضح أن الاستمرار في المحافظة على أعلى مستويات الأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة والوقاية من الحوادث ومن الركائز الإدارية التي تبنى عليها جميع القرارات المتخذة في الشركات النفطية منوها إلى أن اتباع هذا المنهج ساهم في فوز الشركات النفطية المتكررة بجوائز عالمية في مجال السلامة المهنية والبيئة ومنافستها لكبريات الشركات العالمية على مر السنوات الماضية وهذا ما يشكل خير دليل على سلامة النهج الذي تتبعه الشركات النفطية في مجال الصحة والسلامة والبيئة بشكل مستمر ويحظى المؤتمر بتأييد ودعم قبل أكثر من 25 شركة رائدة عالمية ويشارك فيه متحدثون عالميون يصل عددهم إلى 300 خبير ومسؤول في مجال الصحة والسلامة والبيئة ويناقش هذا المؤتمر خلال أيامه الثلاثة ما يزيد على 48 ورقة عمل